وده برضو فيه تحليل مفروش ده مش حكم شخصي لانه كل الناس شخصات محترمة ووطنية ومحبة البلدة ومخلصة ومكتهدة وبالتأكيد كتير منهم يعني بازل مجهود كبير في الشغل وما يشوفش يعني أسرته ببساطة مبعدش معها كتير شو تفارغ من الحياة اليومية والعائلية زي الزمان بالتأكيد يعني فيه أعباء كتيرة فضع التوتر والطحونة اللي هم فيها للنهار لكن ده لا يعني أي شيء يعني إخلاصهم لا يعني بالنسبة لي مثقلة حبة من قردل لانه مش ده الموضوع القصة مش قصة إخلاص والمخلصون كثر بالمناسبة ومصر كلها مخلصة لبلدها والوطنها يعني ومش موضوع انه هم شخصات محترمة لانه كلهم شخصات محترمة وكلهم شخصيات يعني ذات قيمة واحترام ومكانة وموضع احترامنا جميعا برضو ده لا يعنيني في شيء لأن الواحد مفروض يحترم أي حد وأي مهنة وأي شغلانة أنا باتكلم عن المنجز على الكفاءة والإنجاز على الخطة والرؤية هل هم عند المعايير دي لا الإجابة لا لا أقطع لا أقطع وبرضو مش من باب التعالي ولا الحكم على الناس احنا مش مشغولين بالحكم على الناس احنا مشغولين بنتائج وآثار هذه السياسات وتنفذها على الوطن على البشر على المواطنين ترجمة نانسي قنقر